أطلق المنبر المصري لحقوق الإنسان نطروحة بحثية عن طبيعة العلاقة بين الدين والدولة قام بإعدادها معتزل فجيري العضو المؤسس بالمنبر المصري لحقوق الإنسان ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا وتتبنى الورقة البحثية ضرورة إدخال تعديلات على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وللمزيد معنا من الدوحة سيد موتازف جيري رئيس المنبر المصري لحقوق الإنسان ورئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا أهلا بك معنا سيد موتازف بداية ضعنا بشكل مختصر أهلا بحضرتك أهلا بك بأهمية وما هي هذا الطرح للعلاقة بين الدين والدولة ولماذا تطرحون هذا الموضوع في هذا الوقت دعني أولا أن أوضح أن هذه الورقة هي جزء من سلسلة ستصدر ارتباعا مجموعة من الأوراق تحت عنوان مداولات المهجر كل ورقة أو كل أطروحة تتعامل مع قضية محددة في قضية تتعلق بأوضاح حقوق الإنسان في مصر الهدف من هذه الأطروحات هي أن نعود خطوة للوراء ننظر لما جرى خلال عشر سنوات منذ عام 2011 حتى اليوم صورة يناير حتى اليوم ونقدم بدائل وسياسات تتعامل مع أزمة حقوق الإنسان في مصر طبعا أيضا إصدار مثل هذه الورقة في هذا الوقت الاحتفالات العالمية بالحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا منذ وقت قريب أصدرت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هذه الورقة بتعبر عن قطاع من النشطاء الموجودين الآن خارج مصر ولهذا السبب سميت مداولات المهجر لأنها تأتي من واقع مناقشات ومداولات تمت لأكثر من عامين على قضايا مختلفة أول طرح يتعلق بالدين والدولة القضية هنا أننا نعلم أنه منذ عام 2011 كانت مسألة المادة الثانية من الدستور بتسبب استقطاب وانقسام في المجتمع المصري تسبب مخاوف لدى بعض القطاعات في المجتمع المصري بشكل خاص الأقليات ولكن أيضا تسبب توطر مع الطيار الإسلام السياسي في هذه الورقة نحن نطالب بأن يكون هناك مجموعة من الإجراءات والسياسات لاحتواء أي آثار يمكن أن ينتنتج عن هذه المادة على احترام حقوق الإنسان أو على التزامات مصر بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان الورقة لا تطالب بإزالة هذه المادة من الدستور رغم أن كثير من نشاطاء حقوق الإنسان لديهم هذه الرؤية لأن حياد الدولة يتطلب أن لا ينص الدستور على أن يكون هناك دين واحد للدولة أو أن يكون هناك شريعة دينية واحدة تحكم أو تكون مصدر للتشريع ولكن نهدف في هذه الورقة أن نقدم حل يمكن تطبيقه وأن ينال رضاء من مختلف الطيارات السياسية بما فيها طيار الإسلام السياسي أو جماعة الإخوان المسلمين الهدف هنا أن لا تكون هذه المادة سبب في إحداث أي تراجع في مقتسابات حقوق الإنسان التي تحققت على مدار عشرات السنوات وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة أو ما يتعلق بحرية العقيدة أو حقوق الأقليات الدينية خلال العشر سنوات رأينا في المنطقة العربية سيد مرتز ما هي الحلول العملية التي تضعونها الآن بشكل واقعي لتجنيب المجتمع هذا الاستقطاب الذي تتحدث عنه نعم أولا أن يكون هناك إجراءات دستورية ومؤسسية تهدف إلى أن لا يتم تفسير هذه المادة بشكل يحدث تراجع عن مصار الحقوق والحريات الذي تحقق على مدار عشرات السنوات في مصر وأن أي تفسير لهذه المادة يؤدي إلى توسيع نطاق الحقوق وليس تضييق نطاق الحقوق هذا يتم من خلال أن يكون هناك وثيقة للحقوق بيلوف رايتس تكون هي أساس تفسير المادة الثانية وليس العكس يعني أن لا يتم استخدام المادة الثانية من أجل تضييق بعض الحقوق والحريات بشكل خاص مسألة المساواة بين الرجل والمرأة حقوق الأقليات الدينية حرية الرأي والتعبير حرية العقيدة هذه القضايا لابد أن يتم التنصيص عليها في وثيقة للحقوق وأن تشكل أساس تفسير المادة الثانية ثانيا أن يكون هناك تشجيع للقضاء وهذا يكون فيه نص دستوري على أن يتم الاستناد إلى التفسيرات الدولية المتعلقة باتفاقات حقوق الإنسان أو الفقه المقارن في مجال حقوق الإنسان يعني يتم الاستلهام هذه التفسيرات المقارنة عندما يتم تفسير المادة الثانية ثالثا أن يكون هناك رفع للتحفزات الدولة المصرية على اتفاقات الدولية لحقوق الإنسان لأن كثير من هذه التحفزات بتستند إلى الشرع الاستماعي بعد هذه التحفزات بتكون تحفزات عامة نحن نطالب إما أن لا يكون هناك تحفزات بالمرة أو سحب هذه التحفزات أو أن تكون محددة يعني أن يتم وضع تحفظات على مواد بعينها أو جزيئات من حقوق بعينها وأن لا يتم أن يكون هناك مثلا أن الدولة لا ترتزم بهذه التفاقية بما لا يخالف مبادئ الشريع لأن هذه التحفظات تكون تحفظات عامة وقمضة العلاقة بين الدين والدولة تعرف أنه موضوع حساس وليس محل اتفاق مجتمعي أو حتى سياسي بالتالي هذه الحلول التي تضعونها هل تعتقد أنها سوف تلقى قبولا في المجتمع؟ يعني المنهج الذي تتبع الورقة هو منهج تدروجي نحن لا نطالب بإزالة هذه المادة أو تعديلها بشكل نصي ولكن نطالب فقط أن لا يتم الاستناد لهذه المادة للتراجع عن أي مقتسابات تحققت وأن دائما تفسير هذه المادة يكون تفسير تقدمي لتوسيع دائرة الحقوق بشكل تدرجي يعني نحن نعلم أن بعض حقوق الإنسان على المستوى العالمي من الصعب ربما تطبيقها بشكل مباشر في وقت آني ولكن هناك تدرج في تطبيق هذه الحقوق نعلم أيضا أن خلال عام 2012-2013 في مصر وفي كثير من الدول العربية كان أحيانا بيتم الاستناد لمثل هذه المادة من أجل الانتقاص من حقوق تحققت بالفعل وتم اكتسابها بالفعل وبشكل خاص فيما يتعلق بحقوق المرأة قوانين الأحوال الشخصية المكتسبات التي تحققت فيما يتعلق بحقوق المرأة حقوق الطفل حريط العقيدة حقوق الأقليات الدينية فالهدف من هذا الطرح هو أن يكون هناك توافق تدرجي نعلم صعوبة هذا الأمر وحساسيته ولكن الفكرة هو التوافق التدرجي بين مختلف مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي هذه الورقة تمثل بداية ولكن في الأسبوع القادمة والشهور القادمة سيكون هناك أطروحات أخرى تتعامل مع قضايا مختلفة بعضها أيضا يمثل حساسية في الشأن الحقوق المصري بما فيها مثلا ملف سيناء أو قضية العلاقات المدنية العسكرية بدأنا بقضية الدين والدولة في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحاول أن نقدم هذا الطرح الذي يعبر عن رؤى بديلة من نشاطاء حقوق الإنسان المصريين في المهجر تتفاعل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية منذ شهرين إلى الدوحة سيد مؤتزف جيري رئيس في ممبر المصري لحقوق الإنسان ورئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العلية شكرا جزيلا لانضمامك معنا شكرا جزيلا لحقوق الإنسان